من اكتر المشاكل اللي بتقابل منشئين المحتوى على اليوتيوب هو الوقت اللي بيستغرقوا الفيديو في التحميل الفيديو بيحمل في وقت طويل جدا انا برفع الفيديو على اليوتيوب بياخد مثلا اتناشر ساعة اربعة وعشرين ساعة في ناس في التعليقات فعلا بتقول لي انا بحمل فيديو من امبارح من اربعة وعشرين ساعة ولسه ما نزلش وفيه برضو تعليقات متكررة عن مشكلة برضو ان الفيديو بيجي عند رقم معين تمانين في المية تسعين في المية ايا ان كانت النسبة ويقف تماما مش بيرضى يكمل تحميل فعلشان نعرف نحل المشكلة دي لازم نعرف الاسباب ففي الفيديو ده ان شاء الله هنعرف ايه هي اسباب استغراق الفيديو في وقت اطول في التحميل وان شاء الله هنعرف الحلول فعشان كده تابعونا للنهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في علامة استفهم لو اول مرة تشوفونا ومهتمين بالربح من اليوتيوب وتحديثات اليوتيوب وادسنس اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا الجديدة والحصرية ان شاء الله في الفيديو دوت هشارك معاكم نصائح مهمة جدا حول الفيديوهات التي يستغرق تحميلها وقتا طويلا او تتوقف عن التحميل ولازم نعرف في البداية ان الفيديو علشان نحمله على اليوتيوب الوقت اللي بيستغرقه ان هو وقت طويل او قصير بيعتمد على عدة عامل اول حاجة نوع الملف وحجمه تاني حاجة معدل نقل بيانات الانترنت وثالث حاجة حجم التحميل على الشبكة في فيديوهات بتلاقيها تستغرق وقت طويل جدا في التحميل وفي فيديوهات بتلاقيها هوى بتتحمل بسرعة جدا وده بيعتمد على العوامل اللي انا قلتلكو عليها وهنفصصها بقى واحدة واحدة كده مع بعض علشان نعرف ايه هي الاسباب وايه هي الحلول اول حاجة نوع الملف وحجمه لو جينا هنا هنلاقي مكتوب ودي طبعا مقالة من مركز المساعدة الخاص بجوجل علشان يبقى الكلام رسمي وما يبقاش كلام مرسل نوع الملف وحجمه بيقولك يستند حجم الفيديو الفيديو اللي انت بتنزله على اليوتيوب حجمه بيستند الى نوع الملف وتنصيق الفيديو اليوتيوب ليه بعض التنصيقات اللي هو بيعتمدها ومش بيعتمد تنصيقات تانية طب لو جينا فتحنا التنصيقات دي هنلاقي كده اول حاجة ان اليوتيوب مش بيعتمد تنصيقات الملفات الصوتية زي الامبس ري والدابلو اي في والبي سي ام ده طبعا حاجة مفروغ منها تبقي اليوتيوب بيعتمد انهو تنسيقات بيعتمد التنسيقات دي وده اللي بنسميه الامتداد بتاع الفيديو يعني مسلا بيبقى اسم الفيديو مسلا اسرار الصورة مصغرة دوت اه ام بي فور دوت ام او في وهكزا طيب انا هختار ايه فيهم او انهو الافضل هقولك دلوقتي هنا بقى بيقولك لتسريع عملية التحميل مش انا اللي بقول ده جوجل اللي تقول لتسريع عملية التحميل لانصحك بترميز الفيديوهات باستخدام احد هزي التنسيقات المقترحة طب هنفتح كده التنسيقات المقترحة هنلاقيك هنا هتطلي الام بي فور تمام هنا هوت الام بي فور طبعا بقى الكلام ده كله مش هيهمنا اوي لانه بتبقى في حاجات معقدة بقى الملف الصوتي يبقى مش حاف ستة وتسعين كيلو هيرتز الحاجات دي مش هنقدر نتحكم فيها اوي ولكن اللي نقدر نتحكم فيه اللي هو امتداد الملف انهو يبقى بصيغة الام بي فور جميل جدا يبقى كده جوجل قالت لنا علشان الملف او الفيديو ينزل بشكل اسرع يبقى انا الامتداد بتاعه يبقى بصيغة الام بي فور تمام طيب انا اعرف ازاي الامتداد بتاع الفيديو لو انت على الكمبيوتر هتيجي تضغط على كليك يمين كده على الفيديو وبعد كده هتختار بروبيرتز هتلاقي هنا الطيب اللي هو نوع الملف اهو ام بي فور فايل او دوت ام بي فور طيب لو انا على الموبايل هوريكو دلوقتي طريقة على الموبايل تعرف من خلالها الفيديو بتاعك امتداده ايه ولو انت الفيديو بتاعك مش بامتداد ام بي فور ازاي تحوله الام بي فور تمام دلوقتي انا يعني انا سجلت هوت الخطوات اه طبعا الموبايل هوت وده الانترو هدوس على التلات نقط اللي هي بتبقى موجودة فوق هجيبهم الاول بيبقى فيه تلات نقط هنا كده هدوس عليهم هيجيب لي حاجة اسمها التفاصيل لو ضغطت على كلمة التفاصيل هيجيب لي هو اسم الملف مكتوب انترو دوت دابليو ام في يبقى كده مش امتداد ام بي فور وحجمه ستاشر ميجا بايت طيب انا عايز اخلي ام بي فور اعمل ايه فيه تطبيق انا هسيب لكم الرابط بتاعه في الوصف التطبيق دوت اسمه تحويل الفيديو الى ام بي فور هسيب لكم رابط بمقالة كده فيها شرح التطبيق ياريت تدخله عليه وتحمله التطبيق ده او من على جوجل بلاي لو انت عندك ملفات الفيديو بتبقى بتنصيق غير الام بي فور ده هيحول هلك لام بي فور لكن لو انت عندك بام بي فور خلاص ما فيش ده ان انت تحمل التطبيق ده طيب تيجي نشتغل على التطبيق هنفتح التطبيق دي الواجهة بتاعته هنضغط على كلمة اختيار هيفتح معنا كل الفيديوهات اللي موجودة معايا في الموبايل هنختار مسلا الفيديوهات اللي انا قلتلكو عليه اهو انترو ستاشر ميجا اهو كمان ده اللي هو بالامتداد اللي احنا قلنا عليه اللي هو ال انا عايز بقى تفاصيل الملف الناتج انا عايز احوله لام بي فور تمام هو ممكن تحوله للتلات انواع دول ولكن انا عايز احوله لام بي فور اه لو ضغطنا على تغيير الاعدادات هتأكد ان جودة الفيديو هيوج وطبعا معدل اطار اه تسعة وعشرين او تلاتين طبعا مش هيهميني الكلام ده كله كل اللي هيهميني انه ده اضغط على كلمة تحويل وبعد كده اعمل حفظ الملف طبعا الملف صغير فهيتحمل بشكل بسريع اهو عايزين بقى نتأكد ان هو بقى بم بي فور هروح بقى على الاستوديو هختار الملف ادي كده الملف هنضغط على التلات نقط وعد كده هنختار التفاصيل او بقى موجود ان بي فور انترو ان بي فور تمام وهنا الملف نقص شوية في الملف بتاعه يعني كان ستاشر ميجا بايت بقى عشرة ميجا بايت في ناس للامانة في التعليقات بتاعت التطبيق قالت ان ساعات الجودة بتقل ولكن انا شغلت الفيديو لقيت الجودة زي ما هي اللي بيقل الحجم بتاع الفيديو فالان بي فور بيبقى حجمه اقل شوية ولكن الجودة انا يعني انا نفسي لقيتها كويسة طيب يبقى دي احنا حلينا المشكلة لو انت على الكمبيوتر برضو فيه برامج ممكن تلاقيها لتحويل صيغة الفيديو الى ام بي فور تمام اه فدي اول حاجة عرفناها ان الفيديو بتاعك يبقى بصيغة ام بي فور وتالي سبب معانا وهو بطء الاتصال بالانترنت انت علشان تتأكد من الاتصال بالانترنت بتاعك اتصال سريع او بطيء لازم تعمل اختبار سرائة الانترنت وانا بيقول لك ادخل على جوجل اي حد يقدر يعمل الخطوات دي وهتكتب الجملة دي اختبار سرائة الانترنت وهتختار اول نتيجة بحس اهو هنا كده بيبدأ يحسب انا عندي سرعة الانترنت هي تسعة عشرة ميجا بايت يبقى عشرة ميجا بايت لسه هو هنا بيحسب تمام وهنا عرض المزيد هنا بقى بيجيب لي اه السرعة بتاعت نقل البيانات وهكذا انت لو اقل من عشرة الدنيا هتبقى بطيئة معك شوية يعني اه ممكن تمانية يبقى شغال اقل من تمانية يعني اقل من تمانية هيبقى العملية ميتة فوق العشرة طبعا هيبقى ممتاز معك تمام يبقى دي سرعة الانترنت فاتأكد من ان سرعة الانترنت بتاعتك كويسة في ثالث سبب معانا قصرة عمليات التحميل اللي هو بيسموه وقت الظروة اهو زي ما انت شايفين يسجل مزود الخدمة الانترنت في ساعات زروة معينة ارتفاعا حدا في عدد المستخدمين ففي بعض الاوقات بيبقى في وقت زروة في ناس كتير بتحمل بتعمل قبلوت في الوقت ده انا عملت سرعة الموضوع دوت ولقيت وقت الزروة بالنسبة لنا في مصر من خمسة مساء لخمسة فجرا فانت حاول ان انت تبعد عن الوقت ده يعني ابعد عن من خمسة مساء لخمسة فجرا يعني عايز تنزل فيديو او تحمل فيديو خليه بقى من بعد الفجر او الظهر او عصر في الاوقات اللي هي مفهاش اه تحميل كتير ويعني الانترنت بيبقى خفيف او ما فيش زحام في شبكة الانترنت بالنسبة لاوقات الزروة اعتقد ان معظم الدول كده اللي هو من خمسة بعد المغرب لحد الفجر بيبقى الناس كلها موجودة كله بقى يروح من شغله فكله بيبقى موجود ومتواجد على الانترنت فبيبقى الانترنت بطيء رابع حاجة معانا اللي هو دقة اه او درجة الدقة في فيديوهات بتبقى بجودة الفور كي ده ما تنتظرش ان الفيديو ده وقت هيتحمل في ساعة ولا اتنين ده لازم ياخد وقت طويل جدا يا ليه الفيديوهات اللي هي الف تمانين هتاخد وقت برضو طويل في التحميل غير لما تنزل فيديو بجودة سبعمائة وعشرين او ربعمائة وتمانين فكل لما كانت ضقة الفيديو اعلى كل مكان اه بيستغرق وقت اطور وفي بقى حاجة اضافية عايزة ازودها للنصائح دي برنامج المونتاج انت لازم تجرب اكتر من برنامج مونتاج وتشوف انه برنامج مونتاج هيديك كوالة اعلى وهيديك سرعة اعلى ولازم طبعا لما تيجي اه تصدر الفيديو لازم تصدره بصيغة ان بي فور علشان ما تبقاش مضطر ان انت تحول بالطريقة اللي احنا قلنا عليها جوجل بتقول لك لو انت وجهتك مشكلة من المشاكل اللي هي بتاعت ان الفيديو بياخد وقت طويل جدا او عند رقم معين من الافضل ان انت تسيب الموضوع زي ما هو لحد ما يكتمل تحميل الفيديو وبيقول لك لو انت اضطررت الى ايقاف تحميل الفيديو لاي سبب القهرباء قطعت بقى النت النت فصل ممكن ان انت ترجع تحمل الفيديو تاني خلال اربعة وعشرين ساعة لو انت رحت على صفحة التحميل واخترت نفس الملف يعني مسلا لو هو وقف عند اربعين في المية هيتلاقيه كمل بعد اربعين في المية ولكن ده في خلال اربعة وعشرين ساعة بتمنى ان يكون الفيديو مفيد بالنسبة لحضراتكم ولو حد عنده معلومة اضافية مؤكدة ياريت تسيبه لنا في التعليقات علشان الناس كلها تستفيد وياريت شير ولايك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته